يعني قصف هماجي من طرف الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لقافلة لمبادلة تجارية وثلاث ضحايا جزائريين حسب المعلومات وحسب البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية والمعروف بأن هذه المبادلات التجارية تنشط ما بين نواكشوت وورغلا وبالتالي هذا البيان يؤكد بأن العملية وبعد التحقيق في ملابساتها ثبت بأن الاحتلال المغربي قام بقصف هؤلاء الضحايا الثلاثة بسلاح متطور والملاحظ أيضا في البيان بأنه قال بأن العملية لن تمضي دون عقاب حسب الخبر دائما